السلام عليكم في الحال موكسر جميلة زمان وفيديو جاء بالقناة من السلسلة اخرى خبر صلق الانتقالات الصيفية في ابتمنى قبل ما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة قدمك تمشترك وباسم الله نبدأ من الخبر الاول عنه والي هو انتقال اللاعب ستروتمن الى نادي يوفنتوس طبعا كشفت بعض الصحف الايطالية ان نادي يوفنتوس استفسر عن امكانية التعاقد مع اللاعب ستروتمن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذكر النادي روما ان اللاعب ستروتمن يعني غير معروض للبيع حاليا لانه صراحة لعب اللاعبين جدا ممتازين بمراكز خطوط الوسط لانه سابقا يعني نادي اوفنتوس اشترى بيانيتش من نادي روما وحاليا يفكر في شراء ستروتمن لعب من اللاعبين جدا ممتازين ستروتمن فما زال عمر 27 سنة بس وطوله 126 سنتيمتر فلاعب الموسم ماضي 54 مباراة سجل 6 اهداف وصنعت اهداف احصائيات تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لعب خط وسط وايضا لعب عنده ادوار دفاعية يعني لو بتشوف طاقاته باللاعب راح تلاقي انه لعب متكامل عنده دفاع وعنده هجوم فثلت نجوم مهارات وثلت نجوم قدم ضعيفة 7.29 تقييم الموسم الماضي فهذا بالنسبة لهاد الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال لعب ديرون الى نادي اتالنتا طبعا تهم شكل رسمي انتقال لعب من نادي ميدلز برا الانجليزي الى نادي اتالنتا الايطالي مقابل مبلغ 13.5 مليون يورو يعني 13 مليون ونص ايضا لعب يعتبر من اللعبين الجيدين جدا صراحة احصائياته بالنسبة للموسم الماضي تعتبر ممتازة جدا طبعا لعب عمره 26 سنة بس وطوله 185 سنتيمتر فلاعب الموسم ماضي 35 مباراة معدل اطرا الكرة عنده 2.2 احصائيات بشكل عام تعتبر ممتازة جدا بالنسبة لعب تقييم الموسم ماضي 6.62 نجمتين مهارات وثلت نجوم قدم ضعيفة منتمنى ان يقدم هالاضافة بالنسبة لنادي اتالنتا وطبعا اعلن النادي عبر حسابه يعني بتويتر انتعاقده مع اللعب رسميا ونشر يعني صور اللعب اللعب سابقا كان بيلعب صفوف نادي اتالنتا فيعتبر رجع لناديه السابق فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال للعب المصري علي غزال النادي فانكوفر وايت كابس الامريكي طبعا انت بشكل رسمي انتقال لعب نادي هينك فينك الصيني الى هذا النادي الامريكي بصفقة انتقال مجانية طبعا لعب اساسا انتقل لنادي الصيني هالموسم يعتبر لكن ما بعرفه امكان صار مشاكل بينه بين الادارة او ما عجبه يعني الدوري الصيني بشكل عام فقرر ينتقل على الدوري الامريكي طبعا لعب ما زال عمره 25 سنة بس وطوله 189 سنتيمتر فلعب المو ماضي خمستاشر مباراة معدل اطال كرة عنده واحد فاصل ثلاثة احصائيات تعتبر جيدة بالنسبة للعب طبعا نجمتين مهارات والثلاثة نجوم قدم ضعيفة تقييم والموسم ماضي ستة فاصل خمسة وتلاتين طبيعي انه لعب مباراة عدد مباراة قليلة لانه الدوري الصيني اساسا يعتبر حاليا يعني بمنتصف وبتقدر تقول فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بدعنا وله هو انتقال لعب توماس مونيا الى نادي ريال مدريد طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع لعب توماس مونيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعب يعتبر من اللعبين الجدد ممتازين صراحة الموسم الماضي مع نادي باريس جيرمان كان يقدم اداء جيد جدا فما زال عمره 25 سنة بس وطوله 190 سنتيمتر فيعتبر لعب طويل بالنسبة لمراكز الاظهرة فلاعب الموسم الماضي 36 مباراة معدل اطال كراندو 1.1 تقييم والموسم الماضي 7.25 لعب من اللعبين الجدد ممتازين وثلاثة انجوم مهارات واربع نشوم قدم ضعيفة اكتبولي تحت بالكومنتات هل بتشوفوا يعني ان امونيا راح يكون خير بديل لكاربخال لو اجه خاصة طبعا بعد رحيل دانيلو عن ريال مدريد فنادي ريال مدريد يعني بيحتاج بديل حاليا لكاربخال فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال لعب نالدو الى نادي اسبانيول طبعا بشكل رسمي انتقال لعب الى نادي اسباني بصفقة بلغت مليونين يورو ايضا اللعب يعتبر من لعبين الجيدين جدا ما زال عمره 28 سنة وطوله 182 سنتيمتر فلاعب من موسم الماضي 24 مباراة معدل اطال الكرة عنده 3.6 من اعلى معدلات اطال الكرة بالنسبة للاعبين الموسم الماضي يعني احصائياته مجنونة تهدبر الصراحة الموسم الماضي وتقييمه 7.10 نجمتين مهارات و3 نجوم قدم ضعيفة اكيد رح يكون اضافة اوية بالنسبة لنادي اسبانيول فمنتمنى ان يقدم يعني شي ممتاز وهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه اللي هو انتقال لعب داني روز الى نادي شيلسي طبعا اعلن اللعب انه غير سعيد في توتنهام وانه يرغب بتزويد راتبه او تزويد قيمة راتبه يعني مع نادي توتنهام فنادي توتنهام حاليا يحاول ان يرضي اللعب طبعا اللعب ما زال امره 27 سنة وطوله 173 سنتيمتر فاللعب هددت توتنهام بالانتقال الى نادي تشيلسي طبعا نادي تشيلسي يعني حاليا يعتبر مقدمين عرض بالنسبة للعب لكن ما تم الكشف يعني عقيمة العرض فاللعب امره 21 او اللعب امره 27 سنة بس فاللعب 21 مباراة معدل القطع الكور عنده 2.6 وتقييم الموسم الماضي 7.37 احصيات بشكل عم تعتبر ممتاز اللعب من اللعبين الازهر الجدن ممتازين الصراحة داني روز وطبعا ثلاث نجوم مهارات وثلاث نجوم قدم ضعيفة فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل الى الخبر اللي بعد عناوليو انتقال اللعب جاري ميدل الى نادي بشكتاش طبعا سينتقال اللعب من نادي انتر ميلان الى نادي بشكتاش بقبل مابلغ 3 مليون يورو nawet صراحة اعتبر قليل بالنسبة للعب مثله لعب من اللعبين الجدن ممتازين اللي شافوا بالبطولات لليلعبها مع المنتخب الشيلي او اداءه بشكل عم مع نادي انتر ميلان بيعرف انه اللعب يعتبر من اللعبين جدنا ممتازين وايضا بيلعب بمركز المحور وبيلعب بمركز قلب الدفاع فاللعب عمره 30 عام وطوله 171 سنتيمتر فاللعب الموسم ماضي و31 مباراة معدل لطالة الكرة عنده 1.5 احصايات بشكل عام تعتبر جيد جدا و6.63 تقييمه نجمتين مهاراته 4 نجوم قدم ضعيفة نتمنى انه يقدمها لإضافة بالنسبة للدوري التركي فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا وهنتقل لعب امافي الى نادي مارسيليا طبعا انتهى بشكل رسمي انتقال لعب من نادي مارسيليا الى نادي مارسيليا بصفقة اعارة لمدة موسم واحد لعب البالغ من الامر 23 عام وطوله 176 سنتيمتر فتقييمه الموسم ماضي 6.79 فلعب 36 مباراة معدل لطالة الكرة عنده 1.7 احصايات بشكل عام تعتبر ممتاز جدا بالنسبة للاعب الموسم ماضي ونجمتين مهاراته 4 نجوم قدم ضعيفة طبعا نادي مارسيليا بيلعب دوري للشامبيونشيب دوري الانجليزي الدرجة الاولى مع ما نحكي عن دوري الانجليزي الممتاز وطبعا اعلن النادي عبر حسابه بتويتر عن تعاقده مع اللاعب ونشر صورة اللاعب عند توقيع عقده يعني مع نادي مارسيليا ونتمنى ان يقدم هالاضافة بالنسبة للنادي وهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لعب فوسيمينتس الى نادي كريستال بلس طبعا نتبشي كرسمي انتقال لعب من نادي مانشستر يونيتد الى نادي كريستال بلس بصفقة اعارة لمدة موسم واحد اللاعب البلغ من العمر تستاشر عام وطوله مية وخمسة وتمانية سنتيمتر يعني اليونايتد عمل خطوة ممتازة انه طلع اللاعب اعارة لانه رح يكون من الصعب جدا انه شارك مع اليونايتد فلو طلع اعارة فبيتطور مستوى بشكل اكبر وبيرجع بشارك يعني مع اليونايتد فلعب بلغ من العمر يعني تستاشر عام لعب تستاشر مباراة ايضا الموسم الماضي معدل اعطاء الكورة عنده صفر فاصل اثماني وتقييم الموسم ماضي ستة فاصل اربعة وثلاثين ونجمتين مهارات واربعة جن قدم ضعيفة لعب من اللاعبين الجيدين جدا فاعلن نادي كريستال بلس يعني او اعلن اللاعب بحسابه بتويتر عن انتقاله الى كريستال بلس ونشر صورة له بقميص النادي وطبعا النادي كريستال بلس عمل رتويت للتغريدة طبعا لعب من اللاعبين الجيدين جدا نتمنى ان يكون يعني اللاعب جدا ممتاز بالمستقبل فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعده عنه والله هو انتقال لعب جابريال سيلفا الى نادي سان تيتيان طبعا توشكل رسمي انتقال لعب من نادي اودي نازي الايطالي الى نادي سان تيتيان الفرنسي مقابل مبلغ اثنين فاصل خمسة مليون يورو طبعا اللاعب البلغ من العمر ستة وعشرين عام وطوله مية وتسعة وسبعين سنتيمتر فلاب الموسم الماضي 18 مباراة فقط ما سجل ولا حتى صنع احصائيات يعني كارثية او سيئة جدا تعتبر بالنسبة له الموسم الماضي وتقيمه طبعا للموسم الماضي 6.40 نجمتين مهارات ونجمتين قدم ضعيفة يعني شيء يعتبر ضعيف جدا بالنسبة للعب وطبعا نشر نادي سان تيتيان يعني عبر حسابه بتويتر صورة معلنة فيها عن ضم اللاعب رسميا للصفوف وصورة اللاعب يعني بالمؤتمر الصحفي الخاص بالنادي طبعا فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا واللي هو انتقال لاب مبابي الى نادي باريس انجرمان طبعا اقتربت صفقة انتقال لاب مبابي الى نادي باريس انجرمان من الحسم خلال الساعات المقبلة طبعا نادي ريال مدريد كان مقدم عرض لادارة نادي موناكو لكن اللاب طلب راتب عالي يعني تقريبا 18 مليون يورو ونادي باريس انجرمان عرض عليه مبلغ 18 مليون يورو كراتب سنوي فقال لريال مدريد انه حابب يكون رتب 18 مليون يورو فرد ريال مدريد وقال حظا سعيدا في فريق العاصمة الباريسية طبعا يعني مما يعني اقترابه من الانتقال الى النادي باريسين جرمان طبعا قيمة السفقة قد تصل بحدود 150 مليون يورو ليكون تاني اغلى لاعب بالتاريخ بعد نمار طبعا فاللاعب ما زال عمره 18 سنة بس وطوله 178 سنتيمتر لكن يعتبر من المواهب الشابة من افضل المواهب الشابة الصعيدة يعني حديثا فلاعب الموسم الماضي 44 مبارا مع نادي موناكو سجل 26 هدف وصنع 14 هدف وكان له دور رئيسي بحصول موناكو على لقب الدوري الفرنسي ووصول موناكو لنصف نهاية دوري ابطال اوروبا احصائيات بشكل عام تعتبر ممتازة جدا وتقييم الموسم الماضي 7.51 يعني لو شفتوا اداءه بالموسم الماضي بتقولوا انه هذا لاعب صراحة جدا ممتاز فثلاثة نجوم مهارات واربع نجوم قدم ضعيفة اكيد بالنسخة جاي من اللابت فيه فراح يكون اربع نجوم مهارات على الاقل فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنا وليو هنتقل لعب اثمان ديمبل الى نادي برشلونة طبعا انتغيب اللاعب عن تدريبات نادي بروسيا دورتموند صباح اليوم ولم يعرف اي احد اين هو اين يتواجد اللاعب حاول انه يتصلوا فيه لكن اللاعب مارض على الاتصالات ويبدو ان اللاعب سيسافر الى برشلونة من اجل التوقيع على عقد مع نادي برشلونة طبعا قيمة الصفقة كان نادي دورتموند يطلب مبلغ حوالي 150 مليون يورو لكن نادي برشلونة غير مستعد لدفع اكثر من 90 مليون يورو اللاعب مازال عمره 20 سنة بس يعتبر من لعبين الشباب ايضا جدا ممتازين وطوله 178 سنتيمتر الصراحة من وجهة نظري متمنى انه ينتقل لبرشلونة طبعا اللاعب صرح سابقا انه يرغب بلاعب الكلاسيكو ويرغب بالمشاركة بدوري ابطال كمنافس على اللقب يعني فقال انه يعني يرغب بالانتقال من نادي دورتموند ويرغب فيه خوض تحدي جديد طبعا خاصة بعد رحيل نيمار فاكيد برشلونة لازم يجيبه ولعب يعود رحيل نيمار على الاقل فاللاعب مازال عمره 20 سنة بس ولعب الموسم من ماضي 49 مباراة سجل 10 اهداف وصنع 21 هدف احصائيات مجنونة الصراحة بالنسبة لثمان ديمبلل الموسم الماضي تقييمه 7.45 خمس نجون مهارات وخمس نجون قدم ضعيفة لعب من اللاعبين جدا ممتازين مهاري وسريع وعنده كل شي وببساط يعني لعب متكامل يعتبر فهذا بالنسبة لهذا الخبر ننتقل للخبر اللي بعد عنه وليه انتقال لعب كريستيان ايريكسن الى النادي برشلونة ايضا كشفت بعض الصحف الاسبانية ان هناك مفاوضات جدية ما بين ادارة نادي برشلونة وادارة نادي دوتنهام من وجه الحصول النادي الكاتالوني على خدمات اللاعب ايريكسن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ايضا اللاعب يعتبر من اللاعبين جدا ممتازين استراحة من افضل لعبين خطوط الوسط حاليا او بالدور الانجليزي يعني بتقدر تقول فاللعب ما زال عمره خمسة وعشرين سنة بس وطوله مية وسبعة وسبعين سنتيمتر فلعب الموسم من ماضي ثمانة واربعين مباراة سجل اثناشر هدف وصنع ثلاثة وعشرين هدف طبعا الصفقة اكيد رح تكون صعبة لانه نادي دوتنهام يعني دغالبا ما بيرفض بها لعبينه بسنة ثناء يمكن راحيل جاريث بيل او شي فلعب ما زال عمره خمسة وعشرين سنة بس فلأ انت على برشلونة فبيضل يعني فترة طويلة ممكن يلعب لثمان سنوات مع نادي برشلونة على الاقل واربع نجوم مهارات وخمس نجوم قدم ضعيفة فبيلعب بالقدم اليمين وبالقدم اليسار لكن قدمه الاساسية هي القدم اليمين لا من اللاعبين جدا ممتازين وكتبوا لي تحت اعراكم بالكومنتات هل بتتمنى انتقال اريكسين النادي برشلونة ولا لا سواء كنت بتشجع برشلونة او لا فهذا كان بالنسبة لهذا اللعب وبالنسبة له الحلقة مسلسلة اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفية فبس شباب يكون صلنا نعيات الفيديو بتمنى ان الفيديو عجبكم بتمنى ادعوكم بزر لايك تشترك بالقناة اذا ماك تشترك بتمنى نحاول ان نوصل اكبر عدد ممكن من اللايكات على هاي الحلقة لو وصلنا اربعة الاف لايك بيكونوا عدد الصراحة جدا ممتاز ورابط حساب بتويتر تحت تويتر وانستجرام بتمنى انك تروح وتتابعنا عليهم فبس هذا اللي كان عندي اليوم اشوفك هالخيف دير جايه في امان الله